نحن في إطار متابعة هذه فما عندنا تم تزيل حالة وافدة بعد التقطيع الجيني كانت تحاملة السوشي جديدة البحث الوبائي الحمد لله ما في مش حاجة اختيرة يسيري لحد الهان ما لاحظناش فما إصابات يمكن الوضعية هذه خطر جيب في بريود بعد ما في بريود القوة المنصر لا يستطيع أن يسيره ويمكن ذلك كيف أحترم الإجراءات الصحية لكن الى حد الآن نحن مازلنا قاعدين نكملوا في البحث الوبائي علاقة بالوضعيات الوافدة التي فقنا بها نعملوا في التحاليل الإيجابية ما لقيماش الى حد الآن ونحن بخلاف التحاليل السريعة نعملوا في البسير ومع التقطيع الجيني وهو يزموا النهائرات باش تفرج النتجة متاعوه تم معنتها أعلام العباد اللي هما كانوا في التحاليل معه باش يخذوا حذرهم وبعد ما قمنا بتحاليله هو حد المستقرم؟ لا لا بس اشتركوا في القناة